السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي الطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي مرحبا بكم معي أنا معلمتكم حياة الزهراني وزميلتي في لغة الإشارة الأستاذة نسرين النصار المادة لغتي موضوع الدرس التهيئة والاستعداد المجموعة الثامنة دائما في جميع أمورنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم في بدايتها هذا يا أصدقاء كما تشاهدون غلاف كتابنا كتاب التهيئة والاستعداد ما هو لون هذا الكتاب؟ أحسنتم لونه وردي غامق ما هو اسم مادتنا والتي كتب على هذا الغلاف؟ مادة لغتي ممتاز رقم واحد الصف الأول الابتدائي نلاحظ يا أصدقاء هنا يوجد الفهرس الفهرس يسهل علينا طريقة البحث عن رقم الصفحة نحن في أي مجموعة قلنا اليوم إن شاء الله المجموعة الثامنة سنشير عليها الآن هذه هي المجموعة الثامنة وتبدأ صفحاتها من الصفحة رقم خمسة وستين ننظر يا أصدقاء الآن إلى غلاف المجموعة كم الرقم هنا؟ ثمانية أحسنتم ما هي ألوان مجموعتنا الجميلة؟ أحسنتم رائعين الأزرق الأزرق ودرجاته إذن يا أصدقاء هيا بنا الآن نجلس في مكان هادئ نستمع جيدا إلى شرح المعلمة لا ننسى أن نحذر كتاب لغتي وقلم الرصاص وأقلام التلوين مستعدون؟ هيا بنا نبدأ الآن سنتعلم اليوم إن شاء الله واحد نلاحظ الصورة ثم نحكي قصتها اثنين نمرر القلم على الأشكال ثلاثة نرسم دائرة حول الشكل المختلف أربعة نلون وسيلة المواصلات الأسرع خمسة نوصل بين الأشياء التي لها صلة ببعضها ستة نتعرف على أدواتنا المدرسية إذن الآن نفتح الكتاب على الصفحة رقم ستة وستين هيا يا رائعين أولا نفتح الكتاب نبحث عن هذه الصفحة عن هذا الرقم رقم ستة وستين ثم بعد ذلك نلاحظ يا أصدقاء أننا لازمنا في التهيئة والاستعداد المجموعة الثامنة الفقرة الأولى ألاحظ الصورة ثم أحكي قصتها لدينا كم صورة هنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة لدينا أربعة صور إذن الملاحظة في أسفل الصفحة نتدرب على حكاية قصة مسورة إذن يا أصدقاء الآن علينا أن نلاحظ هذه الصور ثم بعد ذلك إذا لاحظنا الصورة سوف نتخيل قصة ثم سنعبر عن هذه القصة أريد منكم يا أصدقاء أن تنظروا جيدا إلى الصورة إلى كل تلك التفاصيل بداخل الصورة حتى نستطيع أن نحكي قصة مشوقة هل تستطيعون ذلك؟ ممتاز هيا نبدأ الآن دقيقة واحدة ننظر إلى الصور ونعبر عنها تبدأ من الآن تبدأ من الآن إذن يا رائعين هيا بنا الآن ننظر إلى الصورة الأولى ونحاول أن نحكي قصة الصورة الأولى ماذا تلاحظون؟ ماذا تلاحظون؟ هذه من؟ نورة ممتاز يوجد هنا على الأرض وفي يدها ماذا؟ ألوان أحسنتم وهنا دفتر تلوين إذن يبدو أن نورة يا أصدقاء في الصورة الأولى يبدو أن نورة يبدو أن نورة تقوم بجمع ألوانها ممتاز لماذا تجمع نورة ألوانها؟ سنتعرف الآن على السبب من خلال الصورة التي تليها ننظر للصورة التالية ننظر هنا يوجد نورة أحسنتم وأخوها الصغير ياسر ماذا تفعل نورة؟ أحسنتم إنها تقوم بإعطاء أخيها هذه الألوان وماذا يبدو عليها أيضا أنها تعرف أخوها ياسر بأسماء الألوان ممتاز إذن قامت نورة بماذا؟ بجمع الألوان أحسنتم ثم ماذا؟ ثم ماذا يا أصدقاء؟ أحسنتم توجهت إلى أخوها ياسر الصغير لتقوم بتعريفه بتلك الألوان وتعليمه أسماء الألوان ممتاز ننظر إلى الصورة الثالثة إذن بعد أن قام ياسر بالتلوين واستخدام ألوان نورة والتعرف على أسماء الألوان ماذا قامت نورة؟ ماذا فعلت؟ احتفظت أحسنتم بهذه الكراسة أو الدفتر الذي قام أخوها بالتلوين فيها لماذا تحتفظ بها؟ حتى لا يمزقها أحسنتم ننظر إلى الصورة الرابعة انظروا إليها ماذا تفعل نورة؟ في الصورة الأخيرة يا رائعين ماذا تفعل؟ أحسنتم يبدو من ملامح نورة أنها تثني على أخوها ياسر لأنه تعرف على الألوان وتعرف على أسمائها فتقول له شكرا لأنك اليوم أتقنت مهارة جديدة وهي التعرف على الألوان وأسماؤها وأيضا عرفته على طريقة الرسم والتلوين إذن القصة كما بدأت بدأت بالألوان وأيضا نورة ماذا فعلت؟ الفعل الجميل الذي فعلته؟ عرفت أخوها الصغير على الألوان أحسنتم انظروا إلى السلوك الرائع الذي قامت به نورة قامت بالاحتفاظ بدفتر التلوين حتى تعلمه في اليوم التالي ألوان جميلة ممتازة أصدقاء هكذا نستطيع أن نحكي قصة مشوقة من خلال الصور أحسنتم بارك الله فيكم ننتقل الآن إلى التمرين الذي يليه نفتح الكتاب الآن على الصفحة رقم 67 كما هو الآن الرقم أمامكم 67 نحن الآن يا أصدقاء في التمرين رقم كم؟ رقم 2 أحسنتم أمرر قلمي على الأشكال الآتية لدينا أشكال كم عددها؟ واحد اثنين ثلاثة إذن نتدرب على الإمساك بالقلم ورسم الخطوط والزوايا والمنحنيات ما هذا الشكل أمامكم؟ دائرة أحسنتم وهنا مربع ممتاز وهنا مثلث بارك الله فيكم إذن يا أصدقاء علينا أن نتعرف على طريقة الإمساك بالقلم أذكركم دائما حتى نتقن هذه المهارة علينا أن نفتح الأسبعين السبابة والإبهام بهذه الطريقة نمسك بالقلم بنهاية القلم من الأسفل هكذا نمسك بالقلم الثلاثة الأصابع بالأسفل هي التي يستند عليها القلم راحت اليد على صفحة الكتاب ممتاز هيا بنا الآن نمسك بالقلم الإمساك الصحيح رائع ممتاز إذن سنبدأ الآن بتمرير القلم على الدائرة سنبدأ بالدائرة أين هو اتجاه السهم؟ أحسنتم من الأعلى إلى الأسفل إذن سنبدأ برسم الدائرة من الأعلى إلى الأسفل من اليمين إلى اليسار الآن يا أصدقاء معكم دقيقة واحدة لرسم الدائرة ثم سأرسم معكم أنا باقي هذه الأشكال دقيقة تبدأ من الآن يا رائعي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اذا اخطأنا ما الذي علينا فعله احسنتم نقوم بمحو الخطأ واعادة الكتابة بطريقة صحيحة انتهيت الان من الدائرة سابدأ الان بالمثلث من الاعلى الى الاسفل ومن اليمين باتجاه اليسار ممتاز انتهينا من المثلث الان سنبدأ في المربع اتجاه السهم من الاعلى الى الاسفل من اليمين الى اليسار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتهينا الان ممتاز رائعين قمنا برسمها برسم هذه الاشكال بتمرير القلم بطريقة رائعة لم يخرج القلم عن النقاط احسنتم يا رائعين هكذا نكون قد تدربنا على المنحنيات والزوايا وايضا الخطوط المستقيمة بارك الله فيكم ننتقل الى التمرين الذي يليه اذا يا اصدقاء الان نقوم بفتح الكتاب على الصفحة رقم 68 68 كما انا اشير الان هذا هو الرقم رقم الصفحة اذا نحن في اي مجموعة المجموعة الثامنة احسنتم لازمنا في المجموعة الثامنة الفقرة رقم كم رقم ثلاثة ممتاز ارسم ماذا دائرة حول الشكل المختلف اذا سنتدرب على التمييز بين اشكال الحروف كم لدينا هنا في هذه الدائرة في هذه المجموعة عفوا احسنتم يوجد اربعة حروف انظروا اليها يوجد حرف منها مختلف في المجموعة الثانية ايضا يوجد اربعة حروف احد هذه الاحرف مختلف ما الذي علينا فعله احسنتم سنقوم برسم دائرة على الحرف الذي او الحرف المختلف في كل مجموعة اذا علينا الان ان نلاحظ الشكل او المجموعة الاولى بعد ذلك نرسم دائرة حول الشكل عفوا حول الحرف المختلف وكذلك في المجموعة الثانية هيا يا اصدقاء دقيقة واحدة لملاحظة الحرف المختلف ووضع دائرة حوله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اين هو؟ ممتاز هذا هو الحرف المختلف نضع حول هذا الشكل المختلف دائرة ممتاز وفي المجموعة التي تليها يوجد احرف وهناك حرف مختلف شكله مختلف عن بقية الاشكال اذا هل عرفتم اين هو؟ اين يا اصدقاء؟ ممتاز نضع عليه دائرة احسنتم يا رائعين اذا هذا هو حرف في المجموعة الاولى حرف الميم سنتعرف عليه ان شاء الله في الدروس القادمة وهذا حرف اللم هنا نلاحظ حرف الر متكرر في اكثر من مرة ولكن حرف النون هو المختلف عنها اذا نضع دائرة حول الشكل المختلف انتهينا يا رائعين من وضع دائرة حول الشكل المختلف ممتاز بارك الله فيكم احسنتم يا رائعين في التعرف على اشكال الحروف المختلفة ننتقل الآن الى المجموعة الى التمرين الذي يليه اذا سنفتح الكتاب الآن على الصفحة 69 اذا نحن لازلنا في المجموعة الثامنة كم رقم التمرين الآن؟ أربعة أحسنتم أولون الأسرع إذن لدينا الآن وسائل مواصلات علينا أن نتدرب على التمييز بين السرعات والمهارة اليدوية أصدقاء دعونا نتعرف على أسماء هذه الوسائل الوسيلة الأولى ما اسمها؟ طائرة أحسنتم والتي تنقل المسافرين أيضا هنا سيارة أحسنتم وهنا قطار بارك الله فيكم إذن لدينا ثلاثة وسائل مواصلات أحد هذه الوسائل هو الأسرع علينا أن نتعرف على الوسيلة الأسرع ونقوم بتلوينها هيا يا رائعي معكم دقيقة واحدة لمعرفة الأسرع وتلوينه تبدأ من الآن ترجمة نانسي قنقر لغاية ونستشعر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 احسنتم وهذا الشيء مقص وهنا اقلام شكرا لكم وايضا هنا حقيبة مدرسية ممتاز وهذا الشكل هنا طاولة وهنا كرسي احسنتم يا اصدقاء بارك الله فيكم الان تعرفنا على ادواتنا المدرسية اذا اليوم لاحظنا السورة ثم حكينا قصتها مررنا القلم على الاشكال رسمنا دائرة حول الشكل المختلف لوننا وسيلة المواصلات الاسرع وصلنا بين الاشياء التي لها صلة ببعضها تعرفنا على ادواتنا المدرسية انتهى درسنا يا اصدقاء لهذا اليوم القاكم ان شاء الله في الدرس القادم في امان الله اشتركوا في القناة